رحب جموع القضاء بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة ومن جانبه أشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة هذا وسيصدر وزير العدل قرارا بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة